سعيد ما الجديد شفنا ارتفاع في درجات الحرارة يا هناء ما السر وراء ذلك لكن سيكون فيه ان شاء الله درجات حرارة منخفضة خلال ليلة اليوم على المناطق الداخلية الشرقية تحديدا ببتن خنشلة بسا قسنطينة سطيف وأم البواقي ستقارب ان شاء الله 6 درجات إلى 8 درجات فقط خلال ليلة اليوم سجلنا التراجع في درجات الحرارة الدنيا على أغلب المناطق الداخلية للوطن وخاصة الولاية الداخلية الشرقية في المقابل خلال ظهيرة اليوم درجات الحرارة القصوى تبقى مرتفعة تقارب ان شاء الله 38 درجة تحت الظل طيلة نهر اليوم الثولة على كل من الجزائر العاصمة غيريزان تيبازاش لف مست غانم عنابة ولاية سكيدا طارف بومردس عينتي موشان تلمسان عين الدفلة وهران وولاية البوليدا كما قلت درجات الحرارة الدنيا خلال ليلة اليوم وكذلك خلال الأيام القليلة المقبلة كما نلاحظوا باللون الأخضر ستكون منخفضة على أغلب المناطق الداخلية للوطن 6 إلى 8 درجات على المناطق الداخلية الشرقية الجلفة والتيارت ستقارب إن شاء الله في حدود 7 درجات نعام بولبيد قد تصل حتى الخمس درجات إن شاء الله خلال يوم الخميس بالنسبة للأغواط وبسكرة رح نسلو في حدود 10 درجات فقط كدرجات حرارة دنيا والقصوى المسجلة خلال الظهيرة إذن تبقى مرتفعة الكتلة الهوائية الحارة تبقى تخص أغلب المناطق الشمالية للوطن تتعدى إن شاء الله 36 درجة على الولايات الساحلية خلال يوم الغد رح نسلو إن شاء الله في حدود 33 درجة على كل من ميلا وسعيدة كذلك النعام والبيض تصل إلى 34 درجة بيتزيبز والبويرة قسنطينا أم البواقي باتنا خنشلة حتى بقلمة سقهرس والطارف عن نابا جيجرسكيكدا وبجايا بين 30 إلى 33 درجة خلال ظهيرة يوم الغد ويعني حتى خلال الأيام القليلة المقبلة في انتظار إن شاء الله خلال شهر نوفمبر على أمل يكون فيه تغير في الوضعية الجوية إن شاء الله يكون فيه تسرب كتلة هوائية باردة رح تعمل على تراجع جد محسوس في درجات الحرارة وكذلك نسجل منخفض للضغط الجوي وبالتالي إن شاء الله يكون فيه تساقط أمطار راعدية وتكون بكميات معتبرة الولايات الجنوبية نبقى ونسلوكة على مقياس في حدود 34 درجة ببرجباجي مختار وإنجزام 33 درجة بإن صالح وأدرار أيضا بنسبة لتيندوف بالشهر 28 درجة وحتى بغردايا وزلفانا إذن دائما تبقى درجات الحرارة منخفضة على الولايات الجنوبية مقارنة بشمال الوطن إليزي جانات وتامنراس كأدنى مقياس 22 درجة وحتى الدنيا المسجلة خلال ليلة اليوم ستكون منخفضة تقارب حوالي 7 درجات فقط الوضعية الجوية ستكون مشمسة خلال يوم الأربعاء تقريبا على أغلب ولاية الوطن والرياح على الأموم ستتراوح بين 30 إلى 40 كم في الساعة خاصة على أقصى الجنوب الجزائري محتمى تطاير بعض الزوابع الرملية توقعت حالة البحر سيكون هادئ تماما الرياح ستكون متغيرة الاتجاهات وضعيفة لن تتعدى العشرين كيلومتر في الساعة رؤية متوسطة وعلو الأمواج أقل من المتر الواحد إذن تبقى الأجواء الصيفية تخص أغلب الولايات الساحلية حتى خلال الأيام القليلة المقبلة إذن مشاهدينا الكرام كانت هذه توقعات الوضعية الجوية المرتقبة خلال الساعات القليلة المقبلة إن شاء الله شكرا جزيلا لك هنا وإن كان هنا